رسالة وصلتني قبل عدة أشهر ووعدت صاحبها بعد مكالمة عبر التلفون أن أجيب على طلبه الذي وجهه إلي أسجل اعتذاري له وللذين كانوا ينتظرون جوابي من أصدقائه أسجل اعتذاري أنني تأخرت في الإجابة وأقول له صدقني لم أجد فرصة إنني سرقت هذه الفرصة من بين هذه الحلقات التي أقدمها في هذه الأيام رسالته مهمة جدا قد تكون الرسالة شخصية لكنها تنبئ عن واقع منتشر صاحب الرسالة وهو الذي طلب مني أن لا أذكر اسمه صاحب الرسالة سني ليس شيعيا مصري يقول إنني تعبت من متابعة البرامج على الفضائيات وعلى المواقع الألكترونية تعبت من متابعة ما يقوله السنة وما يقوله الشيح فتارة أجد الحق مع السنة فيما يقولون وتارة أجد الحق مع الشيعة فيما يقولون فأصبحت في متاهة لا أعرف رأسي من قدمي وحينما أجد الحق مع الشيعة تثار عندي أسئلة لا أجد لها جوابا وحينما أعود كي أجد الحق عند السنة تثار أسئلة لا أجد لها جوابا أصبحت لا أثق لا بما يقوله السنة ولا بما يقوله الشيعة ويقول من أن كثيرين من أمثالي في مصر أو في الدول العربية في شمال أفريقيا بحسب ما أخبرني إنهم يتواصلون عبر الإنترنت فماذا تريد مني هكذا سألته قال لا أريد شيئا إنما أردت أن أتحدث معك إذا كنت قادرا على أن تحقق لطلبي إنني أريد دليلا من الله لا أريد دليلا لا من السنة ولا من الشيعة أريد دليلا من الله لقد لجأت إليه ودعوته وما وجدت استجابة لدعائي فأنا حائر أنا حائر وتوقفت عن كل شيء فإنني لا أعتقد لا بدين السنة ولا بدين الشيعة سألته هل تعتقد أن القرآن من الله أم أنك لا تعتقد بذلك قال إني أعتقد من أن القرآن من الله وعدته أن أجيبه من قرآن الله كما يعتقد هو بعيدا عما يقوله السنة وبعيدا عما يقوله الشيعة فهذا الجواب له ولأمثاله ممن هم على هذه الشاكلة ويبدو أن الأعداد بدأت تتكاثر في واقع المسلمين على هذه الجديلة على هذه الطريقة على أي حال إنني أعرض بين يدي السائل وبين يدي الذين يريدون أن ينتفع من هذا الحديث ولا أفترض أنني سأقيم الحجة على أحد كلامي هذا بمثابة اقتراح بمثابة مشروع للتفكير بالنسبة لهؤلاء الذين حالهم كحال صاحب الرسالة وصاحب هذا الطلب إذا اتفقنا على أن القرآن كتاب من الله إذا اتفقنا على هذه المقدمة بعيدا عن السنة وما يقولون وبعيدا عن الشيعة وما يقولون إذا اتفحصنا هذا الكتاب أتحدث عن القرآن فأقول بالإجمال هناك مستوى في القرآن أخبرنا القرآن عنه من أنني أنا وأمثالي لا نستطيع الاقتراب من مثل ما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله بحسب قراءة السنة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بحسب قراءة الشيعة وبغض النظر عن القراءتين الآية تتحدث عن تأويل القرآن هذا المستوى أنا لا أستطيع أن أقترب من وما يعلم تأويله إلا الله بحسب القراءة السنية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هناك مستوى لا أستطيع أنا وأمثالي أن نقترب منه هذا المستوى لا شأن لنا به هناك مستوى في القرآن أستطيع أنا وأنتم أن نقترب منه القرآن تحدث عنه في أربع آيات إنها آيات التدبر في القرآن هذا المستوى أستطيع أنا وأنتم ويستطيع السائل والذين في نفس الحالة التي فيها السائل يستطيعون أن يتواصل مع القرآن في هذا المستوى في مستوى التدبر لا أريد أن أخوض في خصائص التدبر وإنما أتحدث عن التدبر بشكل إجمالي لأنني أحدثكم بعيدا عما يتحدث به السنة وبعيدا عما يتحدث به الشيعة في سورة المؤمنون وفي الآية الثامنة والستين بعد البسملة أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأول ما قبل هذه الآية في الآية السادسة والستين بعد البسملة من سورة نفسها من سورة المؤمنون قد كانت آياتي تتلى عليكم فَكُنْتُمْ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ مَجَالِسُ سَمَرٍ أَفَلَمْ يَتْدَبَّرُوا القول أَمْ جَاءَهُمْ ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون إلى آخر الآيات التي هي في السياق نفسه هذه الآيات تتحدث عن تدبر جزئي القرآن يتعلّف من سور وسور تتعلّف من آيات فهنا الكلام عن تدبر في آيات والآيات جزء من السور وسور جزء من القرآن هذا تدبر جزئي قد كانت آيات تتلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أفلم أفلم يتدبر القول الذي كان في تلك الآيات قد كانت آياتي تتلى عليكم أفلم يتدبر القول في تلك الآيات هذا هذا تدبر جزئي إنه تدبر في بعض آيات الكتاب المضمون هو هو في سورة صات في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إنه تدبر في آيات الكتاب تدبر جزئي وهذا هو الذي يكثر الحديث عنه حينما يتحدث المتحدثون من السنة أم من الشيعة عن التدبر في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إذن الآية من سورة المؤمنون والآية الثانية من سورة سات تتحدثان عن التدبر الجزئي في الكتاب الكريم وهذا وهذا هو الذي يتحدث المسلمون عنه غالبا في كتبهم في إعلامهم في خطبهم في مختلف شؤونهم حديث عن التدبر في آيات الكتاب والآيات جزء من السور وسور جزء من الكتاب في سورة النساء وفي الآية الثانية والثمانين بعد البسملة الحديث هنا عن التدبر في القرآن كله إنه تدبر كلي إنه التدبر في المنظومة القرآنية بكاملها أفلا يتدبرون القرآن ليس هناك من ذكر للآيات التي تمثل جزءا من القرآن قد يقول قائل من أن الآية تصدق أيضا على التدبر في الآيات وهذا صحيح فأنا لا أرفض هذا المعنى لكن المعنى الأعلى والمعنى الأول في الآية إنه التدبر في القرآن كله في المنظومة القرآنية كلها في النظام القرآني أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الحديث عن المنظومة كلها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لوجدوا فيه في النظام القرآني كله وإلا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى آية هنا وإلى آية هناك ربما يبدو له أن نتناقضا فيما بين الآيات مثلما يتوهم المتوهمون لكن الآية هنا تتحدث عن نظام كامل أفلا يتدبرون القرآن إنه القرآن بكله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا تدبر كلي وإذا ذهبنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وإلى الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قد يقول قائل من أن الآية يمكن أن تصدق على التدبر في الآيات في السور بالنحو الجزئي وأنا لا أرفض هذا المعنى لكن المعنى الأعلى والمعنى الأول إنه تدبر في القرآن كله في النظام القرآني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها هذه الآيات التي تحدثت عن التدبر في الكتاب الكريم وهو المستوى الذي أستطيع أنا وأنتم وصاحب السؤال ومن على شاكلته نستطيع جميعا أن نتواصل مع القرآن في هذا المستوى ولاحظتم وبنحو واضح من أن التدبر مرة يأتي بنحو جزئي ومرة يأتي بنحو كلي نحن مع القرآن ومن القرآن كل شيء أخذته لكم من القرآن فهناك مستوى نستطيع أن نتواصل وفقا له مع القرآن وهو التدبر والتدبر على نوعين هناك تدبر كلي في المنظومة القرآنية بكاملها وهناك تدبر جزئي في الآيات في السور وربما في بعض الآيات في بعض من آية من الآيات سأذهب متدبرا بمستوى التدبر الكلي التدبر الكلي سيقودني كذلك إلى تدبر جزئي وإلا لن يكون الكلام منطقيا لأننا نتدبر في بادئ الأمر في المنظومة كلها حينما نريد أن نطبق نتائج التدبر في المنظومة كلها لابد من تطبيق تلك النتائج وفقا للتدبر الجزئي أن نذهب إلى الآيات أن نذهب إلى السور وأن نقف عندها كي نصل إلى النتيجة المطلوبة فنحن بحاجة إلى النوعين من التدبر لكن البداية تكون من التدبر الكلي في المنظومة القرآنية بكاملها إذا نظرنا إلى القرآن من أوله إلى آخره فإن القرآن تحدث عن أمم كثيرة وتحدث القرآن عن شخصيات كثيرة بغض النظر هذه الشخصيات تمثل الخير أو أنها تمثل الشر وتحدث القرآن عن مجموعات إنه صنف البشر وصنف الأمم وصنف أهل الدين وأنا لا أريد أن أتناول كل ذلك فهذا كلام طويل وطويل وطويل إنني أذهب إلى ما تحدث عنه القرآن فيما يرتبط بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حول نبينا هناك ثلاث مجموعات هذه المجموعات واضحة جدا في الكتاب الكريم لا شأن لنا الآن بالأمم السابقة ولا بأهل الكتاب ولا بالأنبياء السابقين حديثنا عن نبينا عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هناك ثلاث مجموعات بشكل واضح جدا حول رسول الله مجموعة الصحابة تحدث القرآن عن هذه المجموعة وحينما تحدث القرآن عن هذه المجموعة مرة مدحهم ومدحهم مدحا واضحا ومرة ذمهم وذمهم ذما واضحا فالقرآن تحدث عن هذه المجموعة وذكر المنافقين من ضمن هذه المجموعة سورة التوبة واضحة بهذا الخصوص ولذا تعرف بين المسلمين بين السنة والشيعة بالسورة الفاضحة لأنها فضحت الصحابة فضحت المنافقين من الصحابة أدنى مراجعة وأدنى تدبر في سورة التوبة تتضح هذه الحقيقة من أن السورة فضحت الصحابة فضحت مجتمع المدينة فضحت الذين كانوا حول رسول الله إن كانوا في المدينة أو كانوا في غير المدينة هذه المجموعة الأولى مجموعة الصحابة القرآن مدحها تارة وذمها تارة أخرى المجموعة الثانية نساء النبي صلى الله عليه وآله نساء النبي ذكرنا في القرآن لكن ليس بتلك الكثرة التي ذكر الصحابة بها ونساء النبي معدودات في الصحابة أيضا ولكن سأجعل حدا فاصلا فيما بين الصحابة ونساء النبي نساء النبي القرآن مدحهن والقرآن ذمهن أيضا هناك مدح وهناك ذم وهذا واضح في آيات الكتاب الكريم المجموعة الثالثة مجموعة القربة هذه المجموعة لم تذم وإنما مدحت فقط بل جعل القرآن أجر الرسالة محصورا بمودتها نحن لا نتحدث عن قربة عشائرية القربة العشائرية لا معنى لها هنا فإن أبا لهب عم النبي ولكنه ذم ذم شديدا في الكتاب الكريم وسورة خاصة به وبزوجته أم جميل زوجته أم جميل هذه عمة معاوية إنها أخت أبي سفيان زوجة أبي لهب القربة بالمعنى العقائد ولذا فإن أجر الرسالة جُعِل في مودتهم مثل ما جاء في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة إنني ما استعملت مصطلح أهل البيت لأن مصطلح أهل البيت له دلالة عند الشيعة وله دلالة عند السنة والسنة يدخلون نساء النبي في هذا المصطلح أما القربة لا يستطيع سني أن يدخل نساء النبي في هذا المصطلح ومن هنا استعملت هذا المصطلح إنني أتحدث عن السني الذي هو على علم وعلى فهم وعلى إنصاف لا أتحدث عن الجهال ولا أتحدث عن أولئك الذين لا يملكون إنصافا القربة عنوان خاص بمجموعة جعلت مودتهم أجرا للرسالة وكان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يصعد على المنبر ويقول للمسلمين لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم أنا أجيركم أين أجري لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم أين أجري لا يمكن أن نتخيل أن القرآن يأمر بمودة واجبة لأشخاص يمدحون تارة ويذمون تارة أخرى نحبهم إذا كانوا يمدحون تارة ويذمون تارة أخرى لكن عاقبة أمرهم ممدوحة نحبهم يكون فيما بيننا وبينهم ولا أن بحدود حسنهم ومتحهم إن كانوا من الصحابة أو كنا من نساء النبي من المجموعتين التي تحدث القرآن عنهما وتارة يمدح وتارة يذم وأعتقد أن الأمر هذا ما هو بسر إذا ما رجعنا إلى القرآن فإن القرآن ذكر الصحابة كثيرا مدحهم في بعض الأحيان وذمهم في كثير من الأحيان وذمهم ذما شديدا وكذا الحال مع نساء النبي هناك مدح وهناك تهديد ووعيد وذم وهذا واضح في آيات الكتاب الكريم أما القربة القربة جعلت مودتهم أجراً واجباً للرسالة لا يمكن أن نتخيل أن الأجر الواجب للرسالة يكون متعلقاً بمجموعة تكون ممدوحة تارة ومذمومة تارة أخرى وحينئذ عاقبتها لا نستطيع أن نقطع بأن تكون ممدوحة كحال الصحابة وحال نساء النبي النبي صلى الله عليه وآله ألم يحذر عائشة من أن تنبحها كلاب الحوأب النبي صلى الله عليه وآله ألم يحذر الصحابة من أن فتنة بعضهم من بعده ستكون أشد من فتنة الدجال هذا كله موجود في كتب الحديث عند السنة وعند الشيعة وفي كتب التأريخ والسيار وبغض النظر عن النصوص فإن الواقع يشهد بهذا فإن الذي وقع على الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد بهذا ويشهد بما هو أشد من هذا لا أريد أن أدخل في تفاصيل ما تقوله السنة ولا في تفاصيل ما تقوله الشيعة نحن وهذا الكتاب الذي اتفقنا عليه أنه من الله واتفقنا على أن نتواصل معه في مستوى التدبر هذا المستوى الذي نستطيع أن نتواصل عبره مع كتاب الله خلاصة الكلام هناك صحابة مدح وذم وهناك نساء للنبي مدحنا وذممنا وهناك قربة هذه القربة مدحت وما ذمت ستأتينا التفاصيل ولكن عليكم أن تصبروا علي الكلام يتواصل في هذه الحلقة وفي ما بعدها من الحلقات نذهب إلى فاصل نبدأ من حديث القرآن عن الصحابة هكذا يقولون وهي حقيقة من أن الأسئلة تكشف عن أسرار أصحابها فالسؤال حينما يصدر من سائل يكشف عن مضمونه عن مضمون ذلك السائل يكشف عن مستوى حكمته يكشف عن مستوى معرفته يكشف عن مستوى جهله يكشف عن مستوى سفاهته الأسئلة التي سألها الصحابة حدثنا عنها القرآن ومن خلال هذه الأسئلة يمكننا أن نستكشف المستوى العلمي لهؤلاء الصحابة لأننا حينما سنتحدث عن القربة نجد أن القرآن يخبرنا أن حقائق القرآن عنده عند القربة من القرآن لن أعود إلى ما تقوله السنة ولن أعود إلى ما تقوله الشيعة من القرآن فقط وليس في مستوى التأويل فنحن لا نستطيع أن نتواصل مع القرآن في هذا المستوى في مستوى التدبر ومستوى التدبر هذا لابد أن يكون محكوما بقواعد البلاغة العربية وبقواعد المنطق السليم للفكر الإنساني وبالبديهيات العقلية التي يتفق عليها الجميع وإلا سوف لا يكون تدبرا سليما نابد أن يكون التدبر محكوما بهذه القوانين التي أشرت إليها في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة لن أذهب في تفاصيل الآيات وإنما أقرأ عنوين الأسئلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخر الآية الكريمة يسألونك عن الأهلة هذا سؤال من أسئلة الصحابة وفي سورة البقرة نفسها في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخر الآية إذن هناك سؤال عن الأهلة وسؤال عن الإنفاق يسألونك ماذا ينفقون الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة يسألونك 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 ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو هذه أسئلة الصحابة يسألون عن الأهلة يسألون ماذا ينفقون يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه يسألون عن الخمر والميسر ويسألون مرة أخرى ماذا ينفقون السؤال عن الإنفاق يتكرر في الآية العشرين بعد المائتين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة البقرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم إلى آخر الآية ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم سؤال عن اليتام وفي الآية الثانية والعشرين بعد المائتين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة البقرة ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية ويسألونك عن المحيط سؤال عن الأهلة ماذا ينفقون عن الشهر الحرام عن الخمر والميسر عن اليتام وعن المحيط هذه الأسئلة كلها ذكرت في سورة البقرة ومن سورة البقرة إلى سورة المائدة وإلى الآية الرابعة بعد البسملة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات إلى آخر الآية يسألونك ماذا أحل لهم وإلى سورة الأعراف إلى الآية السابعة والثمانين بعد المائة بعد البسملة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي إلى آخر الآية هذا السؤال أيضا جاء في سورة النازعات في الآية الثانية والأربعين بعد البسملة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة أيان مرساها وإلى سورة الأنفال إلى الآية الأولى بعد البسملة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية يسألونك عن الأنفال ومن سورة الأنفال إلى سورة الإسراء وإلى الآية الخامسة والثمانين بعد البسملة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ومن سورة الإسراء إلى سورة الكهف وإلى الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة ويسألونك ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى ويسألونك عن ذي القرنين ومن سورة الكهف إلى سورة طاها في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة في أحوالي وشؤوني وإرهاصاتي وأشراط يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا هذه أسئلة الصحابة التي حدثنا عنها القرآن كل أسئلتهم هي هذه عندهم النبي الأعظم وعندهم القرآن العظيم وهذا هو النبي الخاتم هذا سيد الكائنات بإمكانه أن يجيبهم على كل سؤال لكنهم لم يسألوا هذا هو مستوى أسئلتهم هذه المسائل التي سألوها والتي كانت مثارا لاهتمامهم عدد قليل من الأسئلة لم يسألوا عن حقائق الغيب لم يسألوا عن حقائق القرآن إنها مرحلة التنزيل هؤلاء أعراب المستوى الثقافي والفكري والعقلي لديهم محدود جدا أناس بدو ليس ليس انتقاصا من البدو لكن البدوي مفردات عقله محدودة مستوى فكره هابط هكذا هكذا نشأ وهكذا تعلم وهكذا تربى إنها طبيعة الحياة التي عاشها الحياة التي عاشها البيئة التي عاش فيها المفردات التي في ذاكرته وحافظته هي التي تكون شخصيته وهذا هو مستوى فكره وذهنه وعقله وفهمه فهل يعقل أن أناسا بهذا المستوى هم الذين سيحفظون القرآن لنا وسيبينون لنا حقائق القرآن وهل أن النبي سيترك الأجيال القادمة من البشر تحت رحمة هؤلاء الذين مستواهم العقلي محدود جدا ما هي هذه أسئلته هؤلاء الصحابة الذين مدحهم القرآن في بعض الموارد وذمهم في العديد من الموارد وسأعرض لكم هذه الموارد موارد المدح لا أحتاج إلى ذكرها لأنها لن تؤثر في الموضوع الذي بين يدي موارد الذم هي التي تؤثر في الموضوع الذي بين يدي لأن موارد الذم هي التي ستخرج الصحابة من قيمومتهم على الدين من قيمومتهم على القرآن من أن يكون حافظين للدين وحافظين للقرآن نذهب إلى فاصل من دون الخوض في التفاصيل الجزئية للآيات ومن دون ذكر الوقائع التاريخية التي حدثت على الأرض وإنما أقرأ الآيات وأوجه النظر إلى الجهة الإجمالية التي تخبرنا عن ذم القرآن للصحابة وعن طاعتهم للشيطان فإن قوما هذه أوصافهم لا يمكن أن يكون حافظين لدين النبي ولقرآن النبي لابد أن يكون في الأمة من هو في نفس مستوى النبي كي يكون حافظا للدين وحافظا للقرآن في الآية الثانية والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وما بعدها من الآيات أتمنى عليكم أن تنصتوا لهذه الآيات وأن تعودوا إليها بعد البرنامج إذا كنتم تريدون أن تتأكدوا من المطالب بأنفسكم ولقد صدقكم الله وعده هذا الخطاب للمسلمين للصحابة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين هؤلاء لا يمكن أن يستأمن على الدين ولا يمكن أن يستأمن على القرآن وأسراره دققوا النظر في الآية ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون الآيات تخبرنا عن فرار الصحابة بأجمعهم في واقعات أحد إذ تصعدون في حالة فرار وابتعاد عن رسول الله تركوا رسول الله وحده في الميدان إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول والرسول يدعوكم في أخراكم ولكنكم لا تستجبون فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون هؤلاء هذا حالهم هذا حالهم بعد رسول الله ماذا سيفعلون لقد فعلوا الأعجيب فكيف يثقوا به إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة هذا بعد أن رجعوا إلى رسول الله بعد انتهاء المعركة هذه الواقعة فيها تفصيل لتمييز المنافقين من غيرهم المقام لا يسع للحديث في التفاصيل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فكيف يثق بهؤلاء يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا الذين فروا في يوم أحد الصحابة بأجمعهم لم يبق إلا علي ولذا نادى جبرائيل بين السماء والأرض لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هل يستطيع أحد من السنة أن يطبق الآيات هذه على علي بن أبي طالب هل يستطيع أحد منهم إذا كان منصفا وعالما في أي موطن في أي مورد من كتبكم لا أتحدث عن كتب الشيعة من أن علي كان جزء من هذه الآيات علي 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 دائما هو علي 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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم هؤلاء لا يثق بهم لكن الذي لم يكن ضمن هذه الآيات هذا شخص يثق به الذي بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم أحد علي بعد ذلك التحق أبو دجانة الأنصار أبو دجانة الأنصار هو أول الراجعين وإلا فإن أبا دجانة الأنصار هو الآخر فر من ساحة المعركة لكنه رجع بعد ذلك فهو أول الراجعين من الذين فروا من ساحة المعركة علي هو الذي أدار رحاها أبو دجانة قاتل وقتل الذي بقي محاميا ومحافظا وحارسا وكاشفا للكربات عن وجه رسول الله علي هذا الذي يوثق به هذا الذي يمكن أن يكون حافظا للدين وحافظا لأسرار رسول الله وحافظا لكتاب رسول الله من بعد رسول الله هذا هو لا يستطيع أحد من السنة أن يقول من أن علي داخل في هذه الآيات ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون علي ليس داخلا في هذا الوصف إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم علي ليس داخلا في هذا الوصف كان النبي يقول لعلي يا علي ويشير إلى الجهة التي يهاجم منها الكفار رسول الله الذي كان يدفعهم هو ذلك الكرار غير الفرار الذي تميز بهذا الوصف رسول الله ما وصف أحدا من صحابته بهذا الوصف هذا الوصف خاص بشخص واحد إنه حامل ذي الفقار هو هذا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا علي ليس داخلا في هذه الآية علي لا يستزله الشيطان لا يمكن أن يكون هذا المعنى ينطبق على علي علي لا علاقة له بكل هذا الكلام علي خارج عن كل هذه المضام لا يستطيع سني عالم منصف أن يرد كلامي هذا وإلى سورة التوبة إلى الآية الخامسة والعشرين وما بعدها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة على يد من على يد أميرها هكذا كان يقول رسول الله حين ينادي أمير الأمراء أمير المؤمنين أين كاشف الكربات عن وجه أين كاشف الكربات عن وجه كاشف الكربات عن وجه محمد المصطفى علي المرتضى صلى الله عليهما وآلهما هل يستطيع أحد أن يكذبني أتحدث عن عالم سني منصف هل يستطيع أن يكذبني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا لقد فروا فروا إنهم فرارون ولذا فإن رسول الله وصف فعليا بأنه كرار غير فرار لأن القوم فرارون فرارون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبريه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين علي هو سيده سيد المؤمنين الآية المتقدمة علي ليس فيها علي ليس فيها وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين علي ليس هنا لا يمكن أن يكون هنا لا يستطيع عالم سني منصف أن يكذبني أن يرد علي وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك ززاء الكافرين علي هنا علي هنا علي في كل آية فيها مدح الصحابة في كل آيات الذنب موجودون علي ليس موجودا هناك هذا هو الذي مودته واجبة وهذا هو الذي مودته أجر أجر لمحمد وأجر لرسالته صلى الله عليه وآله هذا هو القربة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هو هذا هذا هو القربة هذا ومن هو في نفس الأفق من الذين ينطبق عليهم هذا العنوان عنوان القربة في سورة التوبة في الآية التاسعة والخمسين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون هل علي هنا لا يستطيع عالم سني منصف أن يقول بأن علي هنا لكن صحابة هنا أنا لا أتحدث عن أن كل الصحابة هنا قد يكون البعض هنا والبعض هناك إنني أتحدث عن جهات الذن والقدح التي ذكرها القرآن بخصوص الصحابة بنحو عام ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون علي لا ينطبق عليه هذا الكلام ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الحديث عن علي هنا لا أريد أن أتناول الأحاديث الشيعية لكن عليا لا يؤذي رسول الله لن يكون من هؤلاء الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم إلى آخر الآية والآية تختم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم قطعا هذا المضمون ينطبق على جمع كبير من الصحابة لكن هل ينطبق على علي لا ينطبق على علي ولن يستطيع عالم سني منصف أن يكذبني في هذا في سورة التوبة في الآية الحادية والثمانين وما بعدها فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره أن يجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر إنها تبوك حيث قال رسول الله لأمير المؤمنين حينما أبقاه في المدينة قال له القولة الشهيرة المعروفة المروية في كتب السنة وفي كتب الشيعة أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي محمد هكذا قال لعلي وهذا هو منطق القرآن أما القرآن ماذا يتحدث عن الصحابة في الوقت نفسه في الوقت الذي كان يقول محمد صلى الله عليه وآله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد كان القرآن يتحدث عن الصحابة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا هؤلاء الصحابة وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوه إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون إلى آخر الآيات التي هي في نفس هذا السياق جموع من الصحابة تنطبق هذه الآيات عليهم قطعا القرب ليس هنا قطعا علي ليس هنا قطعا لا يستطيع عالم سني منصف أن يرد علي كلامي هذا نذهب إلى فاصل في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب لصحابة لكل الصحابة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون علي لا ينطبق عليه هذا الكلام علي هو الذي حين برز في واقعة الأحزاب هكذا قال رسول الله برز الإيمان كله إلى الشرك كله هذا هو الإيمان كله لا يستطيع أحد أن يكذبني إذا كان على علم وإنصاف من السنة أو من غيره هذا حال أصحابة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون الصحابة بأجمعهم وزلزل زلزالا شديدا علي ليس داخلا في هذا حين قال رسول الله لأمير المؤمنين لما أراد الخروج إلى ابن عبد ويت العامري قال له يا علي هذا عمر فارس يليل معركة في الجاهلية كان قد اشتهر بسببها قال يا علي هذا فارس يليل فقال وأنا فارس بدر قال هذا عمر ابن عبد ويت قال وأنا علي ابن أبي طالب وخرج ابن أبي طالب فقال رسول الله لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله فهذه المضامين لا تنطبق على علي لا تنطبق على القربة تنطبق على الصحابة هؤلاء لا يمكن أن يثق بهم فإن الله لا يثق بهؤلاء إنا نحن نزلنا الذكر نزل على جهة موثوقة إنه رسول الله وإنا له لحافظون حافظون عند جهة موثوقة كوثاقة رسول الله عند الله وإلا فإن هؤلاء لا يثق بهم هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الكثير من الصحابة قالوا هذا الكلام وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة كذابون يريدون الفرار وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ولكن الذي حدث وجرى على أرض الواقع خيانة لهذه العهود والمواثيق الذي وفى هو ذلك الكرار غير الفرار يستثنى في كل هذه الوقائع إنه مستثنى لا يستطيع أحد أن يدخله في هذه الوقائع وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أهلي ليس في هذه الآية فلان وفلان وفلان هؤلاء هم أبطال هذا المشهد هناك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزال شديد علي هو هذا الذي تتحدث الآية الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب عن وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويها عزيزا كفى الله المؤمنين القتال بعليا بعليا وهذا المضمون موجود في كتب السنة وفي كتب الشيعة وكفى الله المؤمنين القتال بعليا وحتى لو لم يكن الواقع يشهد بهذا المجريات التي جرت على الأرض كلها تشهد بهذه الحقيقة إنه القربة القربة مجموعة القربة التي ما ذمت الصحابة مدحوا وذموا نساء النبي مدحنا وذمم القربة هي التي مدحت وما ذمت في كل الكتاب الكريم في سورة الأحزاب نفسها في الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ هَأُولَئِ كَانُوا يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ الحديثُ عن الصحابة علي ليس هنا بيت رسول الله هو بيت علي وبيت علي هو بيت رسول الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاه كانوا يذهبون في وقت ليس مناسبا هؤلاء لا يعرفون اللياقة ولا أدب التعامل مع رسول الله ومع زوجات رسول الله ولذا فإنهم كانوا يُؤْذُونَ رسول الله كيف يُثَقُ بهؤلاء كيف يكون هؤلاء أُمَناءَ على الأمة أُمَناءَ على الدين أُمَناءَ على أسرار القرآن لا يمكن أن يُقبل هذا الكلام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إِنَاه ولكن إذا دُعِيتم فَادْخُلُوا فإذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهُ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهُ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينة هؤلاء كانوا يذهبون مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ يُرِيدُونَ أن يَأْكُلُوا طَعَامًا فَكَانُوا يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِي الله هو الذي يتحدث عن هذه الحقيقة فماذا سيقول الله عن أذية رسول الله حينما حمل صحابة الحطبة لإحراق فاطمة إنهم كانوا يريدون إحراقها وإحراق الحسن والحسين يريدون إحراق علي هذه الآية تتحدث عن هؤلاء إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينة وبغض النظر عن هذه المضامين الشيعية والتي آثارها ودلائلها موجودة في المكتبة السنية بغض النظر عن هذا هذه الآيات تتحدث عن أن الصحابة كانوا يؤذون رسول الله إلى الحد الذي يلعنهم القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينة في سياق إيذاء الصحابة لرسول الله هذا الكلام ليس عن النصارى وليس عن اليهود وليس عن البوذيين هذا الكلام في سياق الحديث عن الصحابة إلى الحد الذي سيلعنون بسبب إيذائهم لرسول الله إن كان ذلك في حياته أو بعد استشهاده صلى الله عليه وآله هؤلاء لا يملكون أدنى مستويات الأدب كيف يثق بهم أن يكونوا أمناء على حقائق القرآن أن يكونوا أمناء على الدين وهذا الأمر ليس خاصاً بمجموعة قليلة من الصحابة هذا الحديث شامل شامل لكثير من الصحابة بل لكبار الصحابة بل لكبار الصحابة إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات سورة الحجرات في أبي بكر وعمر بحسب صحيح البخاري كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر بحسب صحيح البخاري بغض النظر عن أحاديث السنة وأحاديث الشيعة الآيات شديدة 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 وهي تتحدث عن كبار الصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إنهم لا يحسنون الأدب لا يحسنون معاملة رسول الله هؤلاء عديموا الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أدنى مسويات الأدب لم تكن متوفرة فيهم كيف يكونون أمناء على الأمة هؤلاء هم كبار الصحابة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم هؤلاء أمثال سلمان وأمثال المقداد وأمثال أبي ذار إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من الصحابة أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا الفاسق من صحابة هؤلاء صحابة فساق السياق هو هو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين القرآن حدثنا عن الصحابة كثيرا وفضحهم وكشف عيوبهم سورة النور هل هناك من قباحة أقبح مما جاء في حديث الإفك بحسب الرواية السنية فإن صحابة اتهموا عائشة بالزنا مع صفوان بن المعطل بحسب الرواية السنية في الرواية الشيعية فإن عائشة هي التي اتهمت السيدة مارية أم إبراهيم اتهمتها بالزنا مع جريج الذي كان خادما لها وجاء معها من مصر بحسب الرواية السنية فإن صحابة هم الذين اتهموا عائشة بأنها قد زنت بأنها زانية والذي زنى بها هو صفوان بن المعطل وهو من صحابة عيطة هذا هو حال الصحابة كيف يثق بهم؟ الآيات واضحة جدا في أن هؤلاء لا يثق بهم أنا لا أتحدث عن الثقة في المعاملات السوقية ولا أتحدث عن الثقة في العلاقات الاجتماعية ولا أتحدث عن الثقة في اعتماد رسول الله عليهم في بعض الأمور أنا أتحدث عن الثقة الكبرى أن نثق بهم في أن يكونوا مصدرا للدين ومصدرا لحقائق القرآن وأن يكونوا حافظين للقرآن حافظين لأسرار القرآن وأن يكونوا أمناء على الدين وأهل الدين من كانت هذه أحوالهم لا يمكن أن نضع فيهم هذه الثقة وهذا هو السبب في أن القرآن فضحهم وكشف معايبهم وكشف قلة عقولهم وكشف سوء أدبهم وكشف أنهم لا يمتلكون أدنى مستويات اللياقة للتعامل مع رسول الله وعائلة رسول الله القرآن هو الذي يتحدث عن هذه الحقائق هذه المجموعة الأولى الصحابة مثل ما مدحت ذمت وهذه صور من ذنب القرآن لهؤلاء الصحابة نذهب إلى فاصل المجموعة الثانية نساء النبي في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب نساء النبي يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا والفاحشة الزنا فهذا الإمكان واضح في الآية يمكن أن نساء النبي يصدر منهن هذا الأمر لو كان هذا الأمر لا يمكن أن يصدر منهن لكان ذكره من اللغو لكان ذكره خلاف الحكمة لما تحدث القرآن عنه يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ويؤيد هذا الكلام ما جاء في الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الأحزاب الخطاب مع الصحابة كيف يتعاملون مع نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فمثلما هناك إشكال قد يقع بالنسبة للصحابة فهناك إشكال قد يقع بالنسبة لإنساء النبي الكلام هو هو فمثلما الصحابة يصدر عنهم ما يصدر من الفواحش فإن نساء النبي يصدر عنهن ما يصدر من الفواحش ولذا فإن الآية ساوت بين الاثنين بينما لن تجد آية في القرآن تساوي بين الصحابة والقربة أو بين نساء النبي والقربة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أما سورة التحريم فهي واضحة وواضحة جدا سورة التحريم واضحة وواضحة جدا والخطاب وبحسب البخاري والرواية فيه عن عمر الرواية في البخاري عن عمر بن الخطاب في أن سورة التحريم في عائشة وحفصة الخطاب في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم موجه إلى عائشة وحفصة إن تتوبى إلى الله إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما لقد مالت قلوبكما عن الهدى إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه على رسول الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هناك أمر كبير في هذه السورة المقام ليس مقاما لشرحها وتفسيرها القضية لا كما يقولون من أنها أمر نسائي فيما بين النساء فهل هذا الأمر النسائي الصغير الصغير الذي لا قيمة له هكذا يتحدث القرآن عنه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في مواجهة بعض نسوة النبي لأمر نسائي حدث في داخل بيت النبي هذه قضية كبيرة هذه ترتبط بقتل رسول الله وترتبط بالصحيفة المشؤومة وما تم تنفيذه في سقيفة بني ساعدة حكاية مفصلة هذه نحن والآيات بغض النظر عن أحاديث السنة وأحاديث الشيعة إن تتوبى إلى الله الخطاب لعائشة وحفصة السنة يقولون هذا والشيعة أيضا يقولون هذا إن تتوبى الخطاب لعائشة وحفصة إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الحق وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هؤلاء كلهم في مواجهة عائشة وحفصة ما قيمة عائشة وحفصة وما هي قوتهما حتى يكون الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة في مواجهة عائشة وحفصة القضية أكبر عائشة وحفصة عنوان لأمر كبير جدا لداهية دهما ستقود إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وآله ونقض بيعة الغدير التي هي أساس الدين إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه انطلق كنة أن يبدله أزواجا خيرا من كنة مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا هذا يعني أن نساء النبي التي خوطبن في هذه السورة لا تتوفر هذه المواصفات فيهن عسى ربه انطلق كنة أن يبدله أزواجا خيرا من كنة خيرا من كنة مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا الكلام واضح وفي السورة نفسها في السورة نفسها في الآية العاشرة بعد البسملة من سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا ما هو هذا المثل جاء المثل بزوجتين من زوجات الأنبياء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين السورة ضربت مثلا للذين كفروا فزوجة نوح كافرة وزوجة لوط كافرة وفي رواياتنا فخانتاهما أحاديث العترة المراد من الخيانة الزنا الفاحشة بغض النظر عن أحاديث الشيعة وبغض النظر عن أحاديث السنة فإن سورة التحريم واضحة واضحة في بيان القبائح والمطاعن لبعض نساء النبي واضحة هي الآيات التي قدحت في الصحابة واضحة هي الآيات التي قدحت في نساء النبي في سورة الجمعة في سورة الجمعة لقطة مشينة للصحابة ولا نستطيع أن نبعد نساء النبي عن هذه الأوضاع وإن كانت الآية صريحة في الصحابة لكن المسلمات كنا يحضرنا الصلاة كنا يحضرنا صلاة الجماعة ويحضرنا كذلك صلاة الجمعة في سورة الجمعة وفي آخر آية منها إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وإذا رأوا تجارة أو لهوا الصحابة يصلون خلف رسول الله والنبي قائم يخطب فيهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يتركون رسول الله في المسجد وهم يخرجون لتلقي القوافل التجارية للتفرج على رقص الراقصين من العبيد والسودان يتركون النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء كيف يثقوا بهم كيف يثقوا بهم في رواياتنا الشيعية لم يبقى مع رسول الله في بعض الجمع إلا أمير المؤمنين إلا علي وفي بعض الجمع كانت هناك فاطمة كانت حاضرة في بعض الجمع فبقيت مع علي مع بعض من الهاشميين مع سلمان وأبي ذار والمقدات صحيح في كتب السنة يذكرون أن أبا بكر وعمر في العدد القليل الذين الذين بقوا في المسجد لكن في الروايات الشيعية لا ذكرى لأبي بكر وعمر وبغض النظر عن الروايات السنية وعن الروايات الشيعية فإن الآية واضحة ترسم لنا صورة قبيحة عن الصحابة يتركون رسول الله قائما ألا تلاحظون أن القوم ليس على أدنى مستوى من مستويات الأدب بغض النظر عن مستوى الالتزام الديني فإن الاستماع إلى الخطبة هو جزء من صلاة الجمعة هؤلاء تركوا الصلاة خلف رسول الله وذهبوا يتفرجون على الراقصين والراقصات هؤلاء كيف يثقوا بهم الموقف نفسه هو الذي صدر عنهم في رزية الخميس وبطل المشهد في رزية الخميس عمر بن الخطاب هؤلاء هم الذين كانوا يتركون رسول الله قائما يخطب ويذهبون يتفرجون على رقص العبيد والسودان هم هم الذين رفضوا أن يكتب رسول الله لهم كتابا للأمة كتابا الذين ما كانوا يحترمون خطاب رسول الله لا يحترمون كتاب رسول الله هم هم ورزية الخميس بطل المشهد فيها عمر بن الخطاب هذا واقع الصحابة وواقع نساء النبي فهناك مديح وهناك ذنب للمجموعتين هناك من نساء النبي من مدحنا وهناك من نساء النبي من ذممنا وصحابة كذلك هناك من مدح منهم وهناك من ذم منهم لكنكم شاهدتم كيف أن القرآن يحدثنا عن قبائح الصحابة وعن سوء أدبهم وعن جهلهم وعن جبنهم وعن 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 وكل هذه المضامين لم يذكرها القرآن بخصوص القربة القربة كانوا منزهين عن كل هذه القبائح عن كل قبائح الصحابة وعن كل قبائح نساء النبي حديث الأفك بحسب الرواية السنية القباحة قباحة الصحابة يتهمون زوجة النبي بأنها زانية وبحسب الرواية الشيعية فإن القباحة قباحة نساء النبي فإن عائشة وبصحبتها حفصة اتهمت السيدة مارية أم إبراهيم بالزنة ومن أن إبراهيم ما كان من صلب رسول الله وإنما كان من جريج الذي كان خادماً لسيدة مارية هذا هو القرآن بين أيدينا إنني ما قرأت إلا من القرآن مجموعات ثلاث حول رسول الله الصحابة وتم الحديث بخصوصهم زوجات النبي وتم الحديث بخصوصهم المجموعة الثالثة القربة وقت الحلقة انتهى سيكون الحديث عن المجموعة الثالثة في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر